موسيقى قولي أخينا مش ديه برضو قهوت المعلم حسنين؟ أيوه أبوها فيه؟ أبوها يا عدوه ماشكرا إزاي كمعلم حسنين؟ أهلاً سهلاً أنا محسوبك سيد القط أنا أصلاً من باحل يا معلم وتعرفت على رجالة من أسيط اللي يشتغلوا في المعمار هم اللي دلون عليك يعني عشان تشوف لي سلكة شغلة هنا في الغردقة شغلة إيه اللي بتدور عليه دلوقت؟ دللي لسه كانت فيه الروح طلعت اليومين اللي فاتوا دول نصيحة من أخ الدللي مكان تاني غير الغردقة قلاص البلاد اللي كانت عايشة على السياحة أقول عليها يا رحمن يا رحيم أيوه بس كده يا معلم أنا كنت عشمان في الخير يعني ما قلتليش باجا مين من حبايبك الأسيطة اللي دلوك عليها هنه؟ الشيخ عصام عصام مين؟ الشيخ عصام شاهين وتعرفوا من وين الشيخ عصام شاهين؟ كنا زمل على بورش واحد ما أقصب باجاك ده؟ ما أقول لك إيه؟ اتوكل على الله من هنا دلوك ما إذا المخل الرجالة يضربوك على الجه ما دلعاش حمار في مطلع من راحة ما أعلم مش كده إيه؟ اتوكل أنا جاي بخبر كتيل أول الشيخ عصام ولو ليك سكة معاه قوله على الأمارة دي من سنة وشهرين كان عندنا تفتيش مفاجئ في الزنزانة والشيخ عصام كان معاه ورق مخبين مش عايز حد يشوفه محسوبك بقى أخذ الورق قطعته ودفسته في قدومي وطلعت على المحرق واللي عتيله فيه ولحسن تكون نسيت محسوبك سيد القط وجايب خير كتير قوي للشيخ عصام هعد عليك هنا بعد بكرة الصبح يمكن ربنا يكون قدرك على فعل الخير يا معلمة ربنا دي من المعروف شكرا شكرا المترجم للقناة 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 بالتفاقات التجارات المترجم للقناة 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 هاخدت المترجم للقناة هاخدت المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هاخدت هاخدت المترجم للقناة هاخدت هاخدت المترجم للقناة المترجم للقناة هاخدت المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة يعني هما قبضوا عليه مش عارف يا ماما الخبر مش واضح بيقولوا ان هما بيحققوا معايا النهاردة في النيابة وفيه شعب تقول انهم احتمالي امره بحبسه انا مش قادر اصدق اللي بيحصل مش قادر اصدق انتي كنت تعرفيه جلوات مش كده اه يا ماما صاحبي من سينين قبل ما يبقى وزير مش هتصدقى يقدق ايه حد مهزب وديسل مش قادر اصدق ازاي ده هيحططوه في السين الله يكون فعونه هو واهل انا فاكرة كان حاكيه لما عرضوا عليه الوزارة انه ما كانش موافق بس هما اللي ضغطوا عليه سمعت الخبر ده اكيد سمعت وبعدين هنفضل مستنيين لما يجوا ياخدونا واحد ورا التاني هلازن نفكر نسيب البلد اي حد فينا هيفكر يخرج من البلد دلوقتي كأنه بيقولهم تعالوا قبضوا علي رشيد وبطرس غالي خلاص نفدوا محدش فيهم هيدر بعد كده ينفد يعني انتي شايفاني كنت عايزة سيب البلد بس هنعمل يا بنتي يعني الخبر ده نازل علي زي السم الهاري معلش يا مام ان شاء الله مفيش حاجة هتحصل لنا احنا اصلا بعيدا عن كل اللي بيحصل تصدق بقى يا كريم ان اللي قاله شهير بيه امبارح هو ده اللي صح احنا اللي حيحمينا ان احنا نفضل قاعدين ويكون لدينا صدف اللي بيحصل مدينة بنجرب الشربات مقدمناش حال تاني اه بقولك ايه الجدع اللي اسمه اسامة ده لو قرب لنا تاني نهضره بالرصوص فهمة لو سمحت يا كريم ما تدخلش نفسك في الموضوع ده وبعدين ما تنساش انه اسامة ده ابو رانا دي مشكلتي وانا هعرف احلها استفلي يا فاضل يا فاضل وحيات ابوك يا شيخ وحيات ابوك منتدوخني وراك قل لي ايه الموضوع هلا هيا المده مش هنا ولا ايه عايزنا اتكلم كده براحتي ها يا سيدي اتكلم على راحتك على اخر المده في الشليل الجنبينة عند وفاء عايزك بقى تحكيلي الحدوطة من طاطق لسلام عليكم حدوطة ايه بعدين بقى يا فاضل ما انا بيتش حمل الكلام ده خش في الموضوع بلاش لف ودوران يا عم الموضوع معاك انت انت اللي خش في الموضوع من غلف ولا دوران واحكيلي واحكيلك علي ايه ايه حكايتك مع رندا الامير شش انت تحرف رندا من ايه يا سيدي انا باعرف كل حاجة مش عايب بقى لما تسألني السؤال زي ايه ده طيب انت عايز من ايه دلوقتي انا مش عايز ايه حاجة انت اللي عايز ياه يا فاضل بلاش او ما مش لا 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 انا مش فاهم انت عايز ايه بالزبط الحكاية اللي بيني وبينها زي اي حكاية بين اي راجل واحدة ست اه اعرفت عليها في المكتب بتاعها لما روحت لها عشان تعملي الدعاية بتاعت الشركة بتاعتنا كانت بتعمل التصميمات وتيجي تصور وبعد كده تيجي توريني التصميمات بتاعتها قاعدة ورد تانية حاصرة الحدودة بس دي مش حدودة عبرة ده موضوع ثلاث سنين تفريق ايه يعني مش فاهم دي قصة حب بقى هو عيب اني حب حرام يعني لا مش حرام انك تحب بس لما تبقى راجل متجاوز وعنك منوتة زي الامر الحب التاني ده بيبقى اسمه حاجة تانية هو انت مسمعتش صباح وهي تصدح وتقول بقى ده اسمه كلام القلبي ساعة اثنين وان كان ده غرام التاني اودي فين يا عم تاني ايه واولان ايه انت هتوادين في داعي اكيد تصلك مش فاهم ما انت شفت مراطي مراطي دي انسانة تقدر تقول يعني يعني مندمجة شويتين كده مع الطبيعة متسامية على الغراجز بتاعتها مبادش محتاجها خلاص انما انا بقى زي ما انت شايفني كده دقة قديمة ومتخلف بتحرقني غراجزي الحيوانية ايه بس الغراجزي الحيوانية دي بتعملش قصة حب تلات سنينيه بس اشف اهلا يا فودر بيه بس الخير يا هنم كويس ان اخنشرفنا انا وفوفا كنا لسه بسرتك حالا وانا اقول ايه اللي مشرقني كده كنا عاوزين نتكلم معاك في الموضوع لتكلمنا فين بارح لوحدينة اه تحت عمرك حاضر فممكن تيجي لاشرب معانا شايف الجنينة اوي اوي بس ده لو عند حضرتك شايف صيني انا اللي حيئة مرشبش اي نوع شايتان عندي عندي شاي اولنجر احمر يا السلام هو ده الكلام خلاص اسم الثانيين حاضر انت بيقولك من دمجة مع الطبيعة طيب عن اذنك اخو ده انا بقى اعلق الطبيعة اروح 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 كابتل اسامة لاحظة عطا صباح خير يا كابتل كنت حايف فكر حضرتك ان الحاجزة هيخلص بكرة خلاص اوكيه مديلي كمان اسبوع عيسف جدا يا فن من قتيل عندي كومبليت نعم قتيل ايدا لكومبليت عندي حوزات من شركات سيحة كتير شركات سيحة كتير انت هتستعبط علي انا هي البلد فالسيحة اصلا انتو مش لانتك بلا هدوة كابتل انا سمحت وتتطلع انت كمان كابتل اسامة لاحظة عطا صباح خير يا كابتل كنت حايف فكر حضرتك ان الحاجزة هيخلص بكرة خلاص اوكيه مديلي كمان اسبوع عيسف جدا يا فن من قتيل عندي كومبليت نعم قتيل ايدا لكومبليت عندي حوزات من شركات سيحة كتير شركات سيحة كتير انت هتستعبط علي انا هي البلد فالسيحة اصلا انتو مش لانتك بلا هدوة كابتل انا سمحت وتتطلع انت كمان من ايه؟ انا من امن الاوتيل امن الاوتيل؟ يبقى انت كده يعني؟ ماشي 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 كنا عاوزين منها ايه؟ كنا عاوزين نعرف هنتصرف ازاي في الظروف المهببة اللي احنا عايشانها اليومين دول قول فتاني ما تزعلينيش منك بما ارواح ايه دي اللي حتقلنا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ وتفتي في المستقبل احنا ناس مؤمنين بابنفجرش كده؟ اوكي يا فاضل بي بس هما بيحضروا الارواح ليه؟ لأسباب كتير الحقيقة يعني ممكن يبقى مثلاً حد مات مخب سر عاوزين نعرفه او حد شايل حاجة مهمة بندور عليها ومش لقينها وساعات بنحضر روح انسان عزيز علينا لانه وحشنا محتاجين نحس بموته جنبنا بص بقى مش مهم الأسباب المهم ان انا حموت ونجرب الموضوع ده ايه رأيكم حد الروح حد ان الناس المهمة يقولينا ايه رأيه في اللي بيحصل في البلد؟ احنا الحقيقة قبل كده في الجماعية عملنا مجموعة جلسات معيانة بأمراض غريبة وحضرنا أرواح تكاترة عالميين كشفوا عليهم وشخصوا المرض وقالوا على العلاج والله احنا ممكن نحضر روح خبير في السياسة او في الاقتصاد ونسأله ايه رأيه في اللي بيحصل طيب يلا نعمل كده طالما حضرتك بتفهم قوي في الموادية دي انا قلتلك قبل كده الموضوع ده محتاج وسيط ده صحيح بصي هو فيه اكتر من طريقة بس الوسيط افضل طيب سيبولي انا المالا ده انا هشوف حد كويس وجيكم طيب ممكن بقى تشوف اللي انا عملته في موضوع السنتر بتاعنا مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم يا سلام هيل هيل ده أنا لسه كمان هزود شوية حاجات وحط عليه تعاليك بصوتي عظيم كده بقى انت بحتاجة لحطة مزيكة تكون مناسبة صح يا فاضل بي تسيبي لي بقى الموضوع ده خالص انا هجيب لك مزيكة تجنب اتفق سيب خير يا دي قسامة شكله جيركم منتو انا هدخل لمعتزة فاضل بي تيدي معايا؟ لا فاضل بيدي اوكي انا اسبك زيكا فوفي هلو يا قسامة ازاي؟ ما شريف هيا؟ لا ده شريف ومراد من الصبح على البحر ازايك يا بكباد ازايك يا فاضل بي والله انت فيك الخير انا لسه حالا كنت راح لك القطير ما يخليك ايه رأيك بقى نروح تهوى افرجك على المركب بتاعي زي ما اتفقنا ماشي انا ازايك يا هل صحيح ما فوفي فاضي شوية؟ اه تعال الفضلاتة اه صحيح انت مبارح اختفت فجأة مش عارفة حسيت ان انا مصدعة قوي قلت مش عايزة دايق احد فاتصحبت وطلعت نمت طبو عامل ايه المهارة؟ لا بقيت احسن الحمدلله طبو ايه رأيك في الحافلة؟ يعني انا عن نفسي مبسطة بس مش عارفة ليه حسيت ان في ناس كتير امتنشي انا قوي طبيعي الناس يبقى متنشينة في الظروف اللي بتمر بيها البلد بس دا ملوش علاقة بالحافلة يعني على الاقل تعرفت الناس جديدة ولا ملحقتش تعرف بحد يعني تعرفت بكذا حد رطيف اكترهم اسمها ايه؟ الموزيع سلمة الطناني حاسة ان احنا ممكن نبقى صحاب كويس قوي لان غالبا هنعمل شغل مع بعض طب بمناسبة الشغل انا كنت عايزة اسألك عالفكرة اللي تكلمنا فيها اصلت من ساعتها ما قلت ليش حاجة النهاردة نبيل تكلمني وسألني نوعي اعمل ايه؟ احنا هنخش الشغل من سكة تانية خالص بس احنا هنعمل محطة تلفزيوني بجرد؟ جديدة دي ما احنا لازم يبقى نصوت مسموع المهم اللي يخصك في الحكاية دي ان احنا اكيد هنشتري مسلسلات بس لازم هنتفق مع المنتج بتاعك ده من سكة تانية ده معناه طبعا انا هاخد البطولة اكيد بس اه بقولك ايه؟ احنا لازم نقعد مع المنتج ده اكليمي جيلك؟ اه خليه يجي وكليمي سامح يحجز له في الوتيل خلاص انا هعمل كده طب اه انا همشي كمان شوي عايز مني حاجة؟ لا تفضل اه استاني خد الورقة بتاعها وضعها ادهوله واقوليله تجيب افكار جنبه شوي خلاص اعمل كده باري 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 مهمكش يا كابتن ايه يعني ما رضيوش ان هم يمدوا لك الحاجز فيه هنا فنادق تانية كتيرة اوي ممكن نحجز فيه واحد تاني انا اقول ايه اللي غايزني وحيخلي دماغي تفرقع اني واد مدير الفندق ده قريب الوزير البقف بتاع مباري وبعدين بقى احنا قلنا ايه مش قلنا تروع كده وتهدى انت راجل نجمة بيه يعني ليك سمعتك واسمك ماني صحش انك تفضل منفعل كده عمال على بطار انا ياسف افضل بيه معلش تقلت عليك المباري شوي لا 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 ولا يهمك بس صلق على حاجة اللي عمل عمر الدواني ده برضه خلنا تنرفز وده المفار يا عم انا مليش دعوة بالخنادي مش عايز اسمع عنها حاجة انا زي ما قلتلك انت واحد من لعيبة الكورة القليلين اللي بياملو دماغي انا عايز اتكلم معاك في الكورة وبس تعالي تفضل اتكلم في الكورة ازاي يعني انا خلاص عديت اللي اربعين سنة ما عادش ليه فيها اي لا وهي يعني انت برضو ممكن ترجح يا عم انا عديت اللي اربعين سنة والرباط الصليم مقطعني طب خلي بالك بقى السلم والرباط الصليم تعالي اطفال ده اجابتنا انا ما بقولكش ارجع للكورة يعني العب اه 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 قولي يا موكباتن انت شغال ايه يعني بعد الكورة من ساعة ما سبتها اشتغلت فيها عملت ايرشين حلوين شغلتهم في التجارة فتح كم محل الكلافر منصورة برسعين مشغل فهم اخواتي واجواز اخواتي البناء ده كلام جميل بس ده معناه يعني انا موظف دي الكلمة انك قاعد من غير شغل مع ان كل زميلك شغالين الله ينور عارف المشكلة في ايه؟ من ناحية انت مش مقدر ايمت نفسك ومن ناحية تانية بتضع الفرص اللي في ايدك يعني عندك مثلا القعدة بتاعت المبارح دي كلها ناس تقال وانت ما شاء الله نجم كبير وليك اسمك ده غير انك كنت مناسب من وسطيهم يعني تقدر تعمل معاهم احلى شغل بس ده لو مركز وبتتصرف صح عندك مثلا القعدة اللي كانت على جنب اللي كان عاملها شغير النمروسي مع كريم البيالي وسلم الطناني عارف دي كانت عن ايه؟ عارف شغير عايز يفتح محطة فضياء جديدة وعايز سلمة وكريم يدرسلوا المشروع قال له وهو ده مشروع قليل انت فين بقى من ده كله؟ ليه ما تحطش رجل في المشروع ده؟ حط رجل ازاي يعني؟ يا كبكبات ان اكيد المحطة دي هيبقى فيها برامج رياضية اكيد هيبقى فيها برنامج كورة كبير مين احسب منك يمسك البرنامج ده؟ زي خالد الغندور كده؟ مع السلامة طب مني لسه مفيش اخبار؟ طب لو سمحت لو عرفت اي حاجة اكلمني مع السلامة هيا يا دكتور في اخبار جديدة؟ ابدا مني لسه بيحققوا معاهم بس يتقلوهم من اكتر من حد ان اوامر حبسوهم هتطلع بالهاردة يتحبسوا ازاي يعني؟ احنا مينفعش نسكت عالكلام ده احنا لازم نعمل حملة ضغط الدولية لان ده يعتبر التهات سياسي يا الشروت تفتكري هم فعلا بيتطهدونا ولا احنا نستاهل اللي قرارنا؟ مستاهل ازاي يعني عامر؟ انا مش عارف انا بفكر اللي عملناه السنين اللي فاتت كان صح ولا غلط؟ غلط ازاي يعني؟ اولا يا سوء كان لازم يتفتح يوم العالم كله كان هيدوسنا بالجزم والقطاع العام كان لازم يتباع لانه كان مفلس وخربان ومديون حتى الاسعار كانت لازم تزيد عشان نعرف نصدر والمستثمرين كان لازم نسوموا من يكسبوا شوية يوم البلد مكانش هيدخلها دولار واحد والناس باعت استحمل هنعمل ايه؟ يا شروت يعني احنا كان لازم نعيش العيشة اللي احنا عايزينها ونقول للناس استحملوا لا العيشة اللي احنا عايشينها ديت دي من حقنا فلوس كسبناها من شغلنا يعني محدش يقدر يا حاسبنا يا شروت سداي نفسها بقواسق قوي زيك كده بس مش عارب انا مطلخ لك يا شروت بيتعيق لي مش هقدر اواجه نفسي في المراية واسأله يا ترى الفساد والخراب اللي حصل في البلد السنين اللي فاتت احنا مسؤولين عنه ولا لا بس مره بني وبيني انا شهقدر استحمل السجن عمر عمر عشان خطر ايه ده شوية بلاش تعده عشان خطر ايه ده ميزتي ايه ايه كده عبد كماتن شوفت لما بتبقى هادي وراي بيه beşم دمك زي الشربات آزاي طيب عبد كماتن احنا بقى ايه هنقعد نكمل كلام مع بعض بس بعد ما نتفكر فى الكلمتين اللي قلناهم اوكي؟ اوكي... وأيه покكر ايه على الاعدل يا فاضل بيه بصراحة بقى القاعدة معاك بتخلي لانس هموم الدنيا بقى مرتاح خالص أهلا بيك فاي وقت تفضل خلي بالك من الصليب بقتسك هاري بقى عليش أنا آسف مش هقدر أوصلك مستنى ناس لكن انت ممكن تاخد تاكسي من هنا لا لا اهمك أنا عاتمش هالي شوي كده طيب يالله صداح مع عالف سلام أهلا معاي الوزير أهلاً أهلاً يا فن لا ده كلام أنساك إزاي بس طب تسادة بالله أنا دلوقتي عمال أرتب في الموضوع بتاع معاليك بكرة بعد بكرة بالكتير يبقى عندك أخبار كويسة إن شاء الله ما تلاش مع السلام أهلا بالأمر أبو موعيد مصبوطة عامل إيه أحسن منك ماشي قولي بقى عزمني فين وما تقوليش أنك هتأكلني سمك نايف وسط البحر لا ما فيش بحر نار وما لها نروح فين أباديك حدة تانية خالص يلا تفضل الركاب وانت تعرفي المحامي العام لنجابة الأموال العامة في مصر قراراً بحبس كل من حبيب العادلي وزير الداخلية السابقة والمهندس أحمد المغربي هم سود يوم هم سود يوصل في الحبس كمان فإحنا هنعمل إيه ممكن أفهم هنعمل إيه يعني احنا هنعمل إيه تاني أكتر من اللي عملناها ما تيتبقى يا معتز التوتر ما فيش منه فائدة هم مش خلاش شالوا الراجل عايزين إيه تاني؟ عايزين إيه تاني؟ عايزين كل حاجة قرار الحبس ده غالباً عشان الملايين اللي زيبت أحليل بكر يحتفلوا بانتصار الثورة يوم يهدوا يقتنقهم إن الثورة انتصلت يروحوا بيوتهم وهم ممسوطين يا سلام يعني هم يحتفلوا كل أسبوع وإحنا كل أسبوع يتحبس مننا شوية كمان ده غالباً لله يحسن وأخرتها؟ أخرتها بقى لما يبطلوا ينزلوا الشارع بالملايين أنا مش فاهم إحنا مشترناش لي أختي ليه لغاية دلوقتي تشوف سيفاضل فيه قافل التلفون قافل التلفون ممكن أفهم قافل التلفون وليه دلوقتي؟ وأنا مالي أنا مالي يا أخي قافلوا على فتحه ما تحدى يا معتز ولا أقول لك أنا ماشي سلام سمعت الأخبار؟ يلي باس مع الزفتة هوا طب والنبي يا معتز زو النبي من غير تواطر ممكن تقولي أنا ممكن أعمل إيه؟ علشان أبطلق بط تعمل إيه بإيه بس يا أولفت مش وقته؟ يعني لما هي بياخدوه عاوزي أحطي لك إمهاج في الشنطة أولفت بعيد يعني وش السعادة؟ ماشي؟ براحتك براحتك يا معتز وبعدين يا شهير إحنا هنفضل قاعدين كده غاية ما يجل وقبضوا علينا؟ اللي حصل ده إحنا كنا متوقعينه وعمر وعارفينه هم دلوقتي بيدربوا الدارة بتاعة عز وجمال عشان يهدوا الناس واحتمال قليل قوي إنهم يقربوا مننا علشان كده قلتلك القاعدة في المارينة أمان لو حسينا إنهم في يوم من الأيام هيبطوا علينا هناخد الياخت ونخلم طب إنت ليه ما فكرتش إن إحنا نفضل قاعدين هنا وندفع عن نفسنا؟ لا طبعا بقى أنا طول عمري بدأ أوامر مين يقعد ومين ما يقعدش ومين يمشي ومين ما يمشيش أجي على آخر أيامي وأتحط في زنزانة مع المجرمين كلنا مجرمين وكلنا ضحايا على رأيك أمال الشناب بجد أشاهير أنا بقتش أعرف أنا ضحايا ولا مجرم الكلام الفرغ اللي انت بتقوله ده يا عمري إحنا ما نقبلش إن إحنا نتعامل زي المجرمين ولا نقبل إن إحنا نبقى ضحايا فاهم؟ إنت فاهمني يا بولبل بقولك محطة تلفزيون هتبقى بتاعتنا إحنا بالضبط أنا عايزك بقى تركز معايا وتعامل لي الشغل اللي خليه نومبر ون لا الورق اللي بعته لي ده ما ينفعش ده تبله وتشرب ميته أنا عايز حاجات جامدة بجد أوكي بص انت كده كده لازم تيجي هنا لازم تععد تتكلم إنت وشاهير أيوة أنا هحجز لك في القتل قتلك عليه وهكلمك وأقولك طيب يلا باي باي أقرر ما باحث نفسه في بورتاني ده ما نشتعبه إحنا عايزين القرشيف بتاعهم وده موجود هنا بس إحنا تأكدنا من الحراسة هنا يا باشا أو ده أول حاجة هنعملها الدبقات دراتي إنتو هتروحوا وتغيروا وتلبسوا لبس الصمات بتاعكم وتخشوا وتشوفوا الوضع هعمل إزاي هنخلي بالنا إن الحتة اللي إحنا عايزين نخشها اللي فيها الحاجة بتاعتنا موجودة هنا أول إيه ده جوه المكان ده يعني إحنا لما روحنا عايين دلوقتي عنا بقى مندور على إيه الحراسة عددها ده متوزعها إزاي المكان اللي إحنا عايزين نخشه جوه ده مقفول بإيه غالبا باب حديد ودي مش مشكلة لأن معنا العدة بس أمر ده عايزين نشوفه يكون فيه مشاكل تاعة تمام؟ هتتوكروا دلوقتي على الله هتغيروا قدومكم في دورة المية اللي اتفقنا عليها وتخشوا وتنجزوا المهمة لأولاية بتاعت المعينة دي وترجعوا وتغيروا تاني وتقولي هانا ما يوش هتقولي بالميري تمام؟ هتخشوا المجمع وتخرجوا منه الباب اللي وراء من قص العيني مش هتخشوا من التحريف ليه يا باشا؟ ليه إيه؟ ليه هندخل من قص العيني ما ندخلش من التحريف؟ هرد أنت يا رجل عشان الشباب اللي في التحريف لو شافونا بالميري هزعلونا لا لا استغفو الله العظيم يا رفا لا مش فادي الناس بقت مليانة جلياطة يا علي ما تهدى كده وتمسك نفسك شوية متل شايف يا حاج عميلو؟ من شاعة ما خات من دي الوراقتين وهو لا حس ولا خبر قابلته في الحفل قال لي هكلمك بكرة اهو ما كلمنيش التليفونات حتى ما بيرضس عليها كإني كل اللي كان همه ان ياخد من الوراقتين وبس كل ده مش مهم المهم انك تهدى علشان تشوف هتعمل ايه؟ حبيل ايه لا حول ولا قواته إلا بالله هو على كل جايين هنا ليه يا حاجة؟ مش كل جايين علشان نقبض على بسلامته ده قد هالي القوتلة اللي خرج من السجن وهرب وحطط لها في دماغه يعني نستنى يا حاجة لحد ما القضى ينزل علينا ويخلص يا حاجة دي احنا قاعدين بقالنا اسبوع اسبوع بحاله محملناش اي حال هو مش قالك انه بيتقص عنه عشان يعرف هو مستخبه فين يا ستي ما قلناش لا بس يشركني معاه ما يخلي نيس كده قاعد رأس كورنبا الله ولا كنت ايه؟ ده لا كنت مدير عام انا خرجت من الوزارة وانا مساعد وزير الداخلية الله بقى بزمتك انت وحيات الحجة اللي انت حاجتيها دي في حد في الدنيا يتحرق احسن مني هما مش جهة سيادية وهم اللي مسكين البلد يبقى خلاص هما يبقوا عارفين كل حاجة يا ستي انا ما قلتش لا جهة سيادية على هيني وعلى راسي قال لي قاعد هنا وقاعدني زي خبتها ما تخرجش ما خرقتش ما تتكلمش مع اي حد في المهمة اللي احنا جريب فيها ما تتكلمتش قطعت الخنس بس توصل بقى هو يتحرق ويمكن يعني حطني في جبابه ويجي شرين يا أخويا انت مستغسط في نفسك الراحة ما ترتخلك يومين شوية بدل الهم اللي انت كنت في ده وبعدين بقى صدقني حيروح وحيستقصه وهيعرف وحيجي الشورة اهي كلمة الشورة دي هيش اللي بتعصبني شوف يا حاجة انا الفارق ابتدى يلعب في عبي انا اللي هقوم بالمهمة دي انا اللي هتحرب نفسي انا تخصص تخصص يا حاجة تخصص مباحش يا أخويا ما تهدى بقى دا انت مركب دعمتين تردوا هتقولي دعمتين كل ما اتكلم معك دا مركب دعمتين 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 خلاص انا كده من سالح اركب الدن دا كده احنا عرفنا حنلهي العساكر ازاي شكرا الحساب بقى لو صبتين السؤال بقى ازاي حنخش بالعدة عادي يا باشي ندخل ديوم عادي عادي ازاي مش هيدققوا معنا ولا حد حيدقق ولا حد حيزقل انا من شوية لما دخلنا كان قلبي هيعف ركبي طلع ولا حد بصص نحيتنا اصلا يا راقب وما فيش اي روتا بوقفة لا وقفة ولا قاعدة كلهم عساكر كلهم عساكر دا كلام جميل طيب بصوا بقى انا هتحرك دلوقتي وهستناكم عند المدخل بتاع الاصل عيني هتخشوا على دورة الماية وتغيروا وتقولي بالميري اول ما هشوفكم هخش انا هستناكم تخشوا ورايا بالعدة دخلتم كأنا بيها حد حكسكم هتصالف تمام؟ يلا حاسب انت بقى أبو راجع واجب عليك بورد كلهم الخير يا كباشا صباح خير يا هادني صباح خير يا بنت صباح خير يا بنت نقولي مين حضراتك قلوا ليه وعلي تفضل افعاني تفضل حضراتك تفضل انا باهم معالل باشا انا معالل باشا ازاي معاليك باشا انا نورت المكتب تفضل استراح يا سعدتا قهوة تساعدتك ايه باشا ولا نجيب حاجة ساعة لا 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 خلي قهوة عن ريحة قهوة عن ريحة بسرعة وهتلي القهوة بتاعتي شوف درج انا مش هتطول عليك انا هتكلم معاك في الموضوع اللي نجيلك على طول باشا تفضل ما يهمكش مفيش العطلة ولا يحزنون انت فاكر محمود فرغالي محمود فرغالي ايه اللي فاكره هو ده يتنسي بس ايه اللي جاب سيرت الهباب ده تاني محمود فرغالي كان فاو زعبل هرب مع المساجين في المظاهرات الاولنية والهيسة اللي حصلت دي عرفت بقى انه هو جي الغرداء هنا وتراستق مع اهله اللي هربوا من الصعيد وجم هنا ده بقى اللي نزلني البحر العمر طب وساعتك بتفكر في ايه اللي بفكر في ايه درج انا جاي اجيبه واسلمه بدل ما تراستق هو وينزل لنا ويخلص عليها واقع بطاره عين العقل تفكير مظبوط برضه الكشفات اللي انا طلبتها منك بتاعت المرشدين اللي بيشتاجلوا معنا كنت طريبة منك عشان خاطر الموضوع ده بصراحة ما كنتش طريبة عشان خاطر النيابة والتحيقات زي ما قلتلك في الاول لكن كنت عشان اوصله بأسرع وقت ممكن حلو طب وساعتك لقطلنا اي اسم في الكشوف دي نروح نقطره ونجيبه يدلنا عليه هو بصراحة في حاجة كده هي على معطلاني خير يا باشا مستاذا اقول لك الحاجة بس مش عاوز اي مخلوية يا ربيه مفيش كلمة تتنقل كده ولا كده يا باشا عيبا ما تقولي الكلام ده ده انا تربيت ايدك والمر ده كله عشنا انا وانت سوا انت فاكر فاضل بيه اللي انا عرفتك بيه في حفلة المرسية هم فاكره فاضل بيه بقى بيشتغل في الجهاز يا دي يا عليا تعرف طبعا هم المسكين البلد اليمدي ايوه ده صحيح فاضل بيه هو اللي جاب لي خبر هروف فرغالي وجاب لي الناس امني في الفيلا بتاعتي بس انا قلت لأ لازم انا انزل بنفسي واجيب فرغالي سوا بقى ليه رأيه تاني عاوزنا انا اقعد وهو اشوف الشغله واشوف كل التحريات وفي الاخر يجي يقول لي مساعدتك طبعا ما تقدرش على كده اقدرش ده بس يا مصطفى ما انتعرف كل حاجة الله البحر الاحمر ده حدتي مفاتيح كلها في ايدي انا اقول لك يا باشا هم غالبا مش عايزيننا ندخل في اي حاجة من شغلهم قلقانين من هنا وخايفين لا نلعب عليهم لما ابتدت الصورة والدخلية وقعت عد علينا ناس منهم هنا في مارينة الغرداء قمنوا المكان ودونا التعليمات وبان قوي انهم مش عايزين اي حد من المباحث او كان ليه صلة بيهم يبقالوا دخل في شغلهم طب وانا اصبر على الهم ده ليه يا الله ايه اللي جابني هنا من اساسه مانا كنت عادت بيتي وانتظرت وقاضل زي ما نقعد منتظره دلوقتي لا يا باشا انا اقولك نعمل ايه احنا لا هنتدخل في شغله ولا لنا دعوة هو بيعمل ايه وساعتك هتقعد في القوتيل مستريح زي ما طلب منك بالزبط ولا كأنك قلتلي حاجة وديني بس 48 ساعة انا عندي سكة تانية بعيد عن اي حد هعرف اتقصلك بيها عن محمود فرغالي واجيلك اقولك على المفيد وكده لنبقى تدخلنا في شغل فاضل بيه ولا عكسناه في حاجة مصطفى بيعمل اتطمن؟ يا باشا عيب ده احنا رجالتك اخبالي يا كريم عكس طب استرزينا ايبا طب القهوة بتاعت ساعتك لا يا عم يباقي لي عندك قهوة سلامة عليكم السلامة خلاص عرفتو خط سيركو ازاي؟ ها هنروح على الجبور ومن هناك هنخرم على طريق السويس ونكمل احنا مشوارنا تمام نزلنا انا بقى هنا وهتجيلي بكرا على المطار زي ما اتفاق طب موصلك البيت يا رئيس لا لا اسالي اخد اكسبيل يا رئيس اوصلك اي حت عايز روحك خلاص يا رجال بقى نزلني هنا حاضر يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ما تنزل يا ساعت تيجي قدام ولا هتعمل فيها بيه وتقعد وراء لا بهمين يا سي راجب جايلك حالة ايوه يا نبيل انا حجستلك في القتل بعد بكرا وبعتلك مسجد من عاد الطيارة عربية القتل هتستنك في المطار بص بقى جيبلي كل الورق اللي اتفقنا عليه مش مهم جيبلي المشاريع اللي تخصيني يلا مستنياك باي باي القهوة يا بي ايه دا؟ هو فيه ايه؟ انت مش عايزة تشير صنية قهوة؟ معلش يا مادم انا مكنتش اقصد طب ايجي نجيبي حاجة مساحية بها بنتبكين ما يبوت مادر انا كلمت سامح خليته يحجز لنبيل عنده في القتال كوي ساوي انت بقى حضر الافكار اللي عندك علشان لما نقل معاه نبقى جاهزين بس لانا مش فهما هي القناة هتبقى ايه بالضبط؟ يعني مسلسلات بس ولا ايه تاني؟ احنا مش هنعمل القناة واحدة احنا هنعمل اكتر من القناة لما كريم وسلمة يخلصوا كتابة المشروح يقولنا برغولنا وبعدين احنا برد بنعرض عليهم افكارنا طب هايل انا بالمناسبة دي كنت بفكر غير المسلسل ان انا اعمل البرجرام كده خفيف لرمضان حضاري كل الافكار اللي عندك وجايزيها وبعدين هنبقى النات كلمة طب الايه جوه حلوة قوي بره مش عايز نخرج نتعشة يا ريت ده أنا عندي حاجات كتير بحضرها قبل الاجتماع بتاع بكرة مع الأستاذ محمود الطويل المحامي فحصر عليها لو أنت في حد ممكن تكلمي وتتعشي معا فيش ماناة تفضلي طبعا إذنك تفضلي أنا مش فاهمين المشكلة دلوقتي يا محمود بيت المشكلة أسامح بي أن البيانات دي مش كاملة معنا كده أنا مش هقدر أقدم التقييم الصحيح اللي طالبه شاهير بيت يا سيدي دي كلها حاجات بسيطة وقلتلك ممكن تاخد المعلومات دي كلها من البالات اليومية اللي عندي اليومية دي ما تلزمنيش أنا مش جاي راجع حساباتك أنا جاي يعمل تقييم مالي للشركة ومع على عقود الشركات السحية وأعرف اللي لينا ولي علينا يعني كده أنا مبقيتش فاهم حاجة مش عارف عقود الشركات دي فين وهيحاسبونا إزاي حاضر يا محمود بي الدفاتر عقود دي موجودة بس أنا زيان بيقولك هي راحت بالغلط للشركة في الغرداء وهبعت أجيبها لك مش موضوع يعني خبز اتفضل هتها حاضر يا محمود بي أجابها لحضرتك على إذنك اتفضل ألو صباح أخير يا فاضل بي واضح إن أنا صحتك من نوم معلش أنا آسف أنا أصلي طلبتك كتير قوي أنت كنت وعدني النهاردة هتجيب لي أخبار عن الموضوع بتاعنا صح؟ طامن يا عمر بي الموضوع حيخلص زي ما أنت عايز بالظبط اديني فرصة بس عشان أتصرف وبعد كده حتصي بيك واجيلك طيب معالف السلام مع السلام صباح الخير صباح الخير يا رايز ايه يا راجب سايب نعمل غاية الدور كان ليه ما انت راجع الفجر قلت أكيد من نمتش كويس مبارح سيبتك تنام هو الشغلة يطير يعني طيب أعملنا حاجنا كل ماشا يا صباح الفل زيك وحشتيني أنا في مارينة الغردق لا عردي علي أنت بقى هخلي راجب يعملك طاج مبامي النما هي حاجب طيب يلا مع السلام باي باي يا جميل هو فيه اي عمر ايه اللي حصل لك فجأة كده يوم حفلة شاير كنت متفاعل جدا بدوني انا مش فاهمة ايه حصل لك من ساعة قرات الحبس بتاعتك اول مبارح ايه اللي مش مفهوم يا شروت ما هي واضحة زي الشام زي لا مش واضحة يا عمر اه أنا عارفة طبعا قرارات الحبس دي كانت حاجة سخيفة جدا قصرت فينا كلنا لكن ما ينفعش تكسارك بالشكل ده عارفة انا اول مرة حس بتقلي الموضوع ده ساعة ما صدرك قرارات الحبس دي عمري يا شروت ما حسيت بتقلي ده قبل كده لا ساعة ما قامت الثورة ولا ساعة ما شلوني من الوزارة ولا حتى ساعة الريس متنعها قرارات الحبس دي حسيتني ان انا خلاص انتهيت انتهيت ليه؟ انت مالك اصلا ومال اللي اتحبسه ما هي سلسلة يا شروت انت فاكراه ما هيقفوا لحد كده لا طبعا اللي عملوه اللي اتحبسوا دولي انا كمال عملته كلنا عملناه ما صرنا اكيد هيبقى زيوه وانت فاكر يعني ان احنا هنسيبهم ان يعيشوا بقية عمرهم في السجن؟ لا طبعا ده مش هيحصل خليهم بس يعملوا شوية الحركات بتاعت المحاكم والسجن ولبس السجن ده كل بس عشان يريحوهم لكن في الاخر هنخرجه ده مفوش كلام طبعا يا عمر ياه انا مبسوط قوي بالتفاؤل بتاعك ده بس الاسف انا مش قادر احس بيه انا كمان يا شرويت حاسس ان انا استعجلت لما عبرتلك عماش اعرف عفلة شيء ده بتقول كده ايه؟ لان انا حاسس بالانكسار بعد اللي حصل وانفعش يا شرويت ما القدم يبقى ضعيف قوي كده انه يحب الحب صدقيني محتاج بنيها يا ادم قوي كلميني بقى عن طاجر المبام يا عاجبك ايه يعني؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ طيب مش هتديني وصفته برضو؟ ما احنا قولنا قبل كده؟ كله بتمنوا انت عايز مني ايه؟ عايز اقطعك حتة صغيرة نون ونون وحطك وسط المنجا والعنب والدفاع واخطيكم كلكم كده بالكريمة الشوكولاتة والكارامل مش هيستحط عليها وايس كريم بالمرة ولا اسنانك مبتستحملش لا انا عاوز احطكم في الفرن انا ماليش في الساقع تعالي على فين؟ هنطلع فوق فوق فين؟ هفرجك على الفرن بتاعي بص يا فاضل انا اتجوزت ثلاث مرات عشان انا لا بصاحب ولا بضيع وقت ولا بتفرج على افران انا بتجوز وبس وانا زيك بالظبط وبكرة هتشوفي يبقى نخلي بكرة لبكرة ونخلينا احنا في النهاردة مش دي كلمتك برضو؟ طب انا عايز اطلع برا لعب مع جوجو وحشني قوي جوجو 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 أنا زعلان منك وانت ما اتكسلان عاشيه عشان اطلع برائد اطلع برسول ممتك فرسول وحشني قوي الشمال اطلع برسول عشان اطلع أهلاً يا رسامة ومال وأنا كمان أحب أشوفك خلاص نتابل النهاردة في بوار المدينة على كم كده؟ ماشي مع السلامة وانت بتفكري في إيه دلوقتي يا شاري والله منعارف يا وفاة حسني متلغبطة جدا عشان كده كلمتك في التيفون أوتاك تعي نقض نتكلب بصراحة أسامة ده خاوي الدماغي ودكتور عمر منخبطني غريبة قوي هو إيه اللي غريبة؟ أصلي طول عمرك منو إحنا صغيرين انت بتحبي الرجالة اللي فردين صدرهم ماشين يتنططوا هالبنات عشان كده اتجاوزتي أسامة إنما دكتور عمر ديسنت قوي والرجالة اللي من نقضى عمرهم مشغلوكي انت مش طول عمرك بتقولي عقالي شوية دلوقتي يعني جايت أني بيني وفاق عشان شايفكي مع عقلتيش بالعكس أنا شايفكي متل أخبطة هو زي دكتور عمر شيك وجنتل بس خدي بالك ده كل ساعة برأيه ورجالة اللي من النوع ده ما بيعرفوش ياخده قرار دولي الأخبط وبلد وبعدين يعني انت غاوية ده انت لسه ما خلصتيش موضوحك مع أسامة هتدخولي في قصة جديدة مع عمر الدويني يعني عامليه يعني هتعمليش حاجة خلي الموضوع كده لغاية لما تشوفها يحصل هي ترجمة نانسي قنقر موسيقى اشتركوا في القناة ما فهمتش بارك الروسيات بياخدوا 500 جنيه في الساعة لو حدبات الليلة كلها هيبقى 1000 جنيه ليه يا رجل ده الموسم السياحي مضروح مش مفروض ننزل أسعار شوية تشجيعاً للسياحة الترفيهية والله عالك حق يا باشا ومفروض لو لك من غير فلوس خالص بس انت عارف ان انا مليش يد في الموضوع انا وسط الخير ولو تحب المصريات ارخص مكتبه بس برا الفان مفيش فايدة في عودة الخواجح طيب شوية كده انا حندالك امورنا باشا عجبتك الرأسة؟ نعم زريفة زريفة؟ يعني بنات هارية نفسها وانت تقول زريفة؟ يا عم انت بتشيكش العائل دي بتلقصه ازاي برا انت تبقى حاجة تانية خالص ماشي يا سيدي برا يا ضرر اعملوا استراتيزي اعملوا شوية حركات زيادة انما هنا ما اقدروا هم ما بقى يقدروا ما اقدروش ده مشكلتهم انا قصة اقولي انا مش قد كده او يعني طيب انا هقولك على فكرة كويسة ايه رأيك لو خدت واحدة منهم ترقصلك الرأس اللي على مزاجك لوحدكوك ايه يا عم انت بتقول ايه يا عم انا ماليش في الكلام ده خالص طول عمنا ماليش في ده يا سيدي نجرة كي حاجة اسمعها اول مرة بتش اسمع مني تبا اقولك عليه في السدق ما بتتمسحش بجواك لازم دايما تكتب فوقيها وتشخبط علشان تفطمس وانا مش فعم حاجة بس يا عم يا سيدي انت خايف من ايه منات زي الامر وطبعا احنا بنتكلم في المستورة بلاش بقى منتج محلي نار هتطلع قوتهم هنا اكلك وشربك حيجولك لحد عندك تعيش اللحظة وبكرا هنتكلم يبقى التوتر ده هيدي اولا اسمع مني ماشي بتشوف طيب المستورة ده هاني واحدة عجبات tengo ولا اجبلك التتاتة امي كلهم بتاتة ايه بس بس موسي حلو telling آه دماغك فتشي ملعون حاهاهاهاه ها 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 الومس الخير زكي فاضبي معلش أنا أسف على إزعاج ماليك والله هو كان فيه بس مشكلة كده تخص كابتة دقسامة آه ياريت تشرفنا طيب أنا مستني ماليك في الفندوق اللي كنت وصارانيه فيه أوكي باشا بشكل جدا مع السلامة روى يا كبت إن شاء الله تتحل روى